شكرا كاترين طبعا معظم الصحف تتحدث عن انفجار حارة حريك وطبعا أيضا عن ماجد الماجد والحكومة وتشكيلتها نبدأ بالأخبار وكتب فيها في المنشات الأخبار تحت عنوان هل استهدف الانتحاري مقر المجلس السياسي لحزب الله من هو قطيبة يقول في بعض معلومات هذا المقال خلال التحقيقات مع موقوف اسلامي لدى استخبارات الجيش ذكر منذ شهرين أن شخصا يدعى قطيبة يجري إعداده لتنفيذ عملية انتحارية من دون الإدلاء بمعلومات إضافية وتحت عنوان استرخاء أمني كتب ضمن هذا الموشات كتبت الأخبار وشغلت الأوساط المعنية بدراسة أمر آخر يتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة في الضاحية الجنوبية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وخصوصا أنه تبين أن لدى الأجهزة المعنية كما لدى حزب الله معلومات عن هذه السيارة كما تردد بقوة أن استخبارات الجيش سبق أن سمعت من أحد الموقوفين الإسلاميين اسم الانتحاري نفسه على أنه أحد الشباب الذين يجري العمل على تجنيدهم لتنفيذ عملية انتحارية وقد بدى لافتا أنه رغم أن مواصفات السيارة ورقمها عممتهما مديرية الاستخبارات في الجيش منذ العشرين من الشهر الفائت إلى أن المخططين لم يموهوا فيها شيئا بل أبقوها على حالها الأصلية وبحسب مصادر أمنية مطلعة فأن المعلومات التي قادت إلى الاجتباه بالسيارة جرى الحصول عليها بعد تحقيقات أجرتها استخبارات الجيش مع مجموعات اعتدت على حواجز الجيش في صيدة منتصف الشهر الماضي حيث عثر على أوراق تخص ملكية السيارة ووكلات بيع لها أيضا في الأخبار كتب ابراهيم الأمين حذاري قتل ماجد الماجد وفي ختام مقال طويل كتبه يقول ابراهيم الأمين أن حياة الماجد والوصول إلى كنز أسراره يساويان الكثير الكثير وأن أي محاولة من قبل جهات خارجية تأتي على شكل توصيات أو تمنيات أو إشارات للتخلص منه ستكون الإشارة الأكثر سلبية وستنعكس على الجيش وعلى سمعة قيادته وعلى الوضع الأمني في لبنان ويضيف أن مجرد الاستماع إلى السعوديين الجدد في لبنان سيرسم علامة استفهام كبيرة حول أمور تتجاوز المصالح الذاتية والأنية أن ترك الماجد يموت أو عدم القيام بما يلزم لإبقائه على قيد الحياة سيكون الجريمة الأكبر التي تساوي جرائم الإرهاب التي قام بها الماجد ورفاقه وثمت جمهور في لبنان ولسيما جمهور المقاومة الموجود اليوم على مهداف هذا التنظيم سيكون في حال إهمال الماجد أمام استحقاق الموت المفتوح وأخيرا لا شيء يقول إبراهيم الأمين يمنع رفع الصوت عاليا والقول أنقذوا حياة الماجد وعملوا على توفير كل مستلزمات بقائي حيا وحذاري حذاري من تركه يموت مرضا أو قتلا ننتقل إلى السفير من السفير كتب جعفر العطار داعش تثأر من حزب الله بانفجار حار تحريك يقول في هذا المقال مصادر أمنية رسمية رجحت للسفير فرضية الانتحاري منضحة أن المعطيات المتوافرة تفيد بأن المجلس السياسي للحزب هو الهدف الأساس وكان المطلوب ركن السيارة بالقرب منه وتفجيرها إلا أن ارتباك السائق الذي يشبه ارتباك سائق السيارة التي حاولت التفجير في داخل مقر السفارة الإيرانية ببيروت بالإضافة إلى العوائق والحواجز على جانبي الطريق حالت دون تحقيق الهدف ويستبعد ضباط معنيون في جهازين أمنيين محترفين فرضية تفجير السيارة بسائقها عن بعد وذلك لأسباب عدة أبرزها أولا لماذا يتم تفجير سيارة عن بعد وليس الترجل منها وتفجيرها بعد ثوان قليلة تضمن عدم إصابة السائق التفجير عن بعد يحتاج إلى راصد يستطيع مراقبة السيارة كي يفجرها في اللحظة المناسبة وهو أمر مستبع تنفيذه في مربع أمني حساس وغير مقنع وتؤكد المعطيات المتوافرة وجود عملية استطلاع موسعة وهادئة سبقة التفجير نفتها شخص أو أشخاص يعرفون المنطقة والمسارب وكيفية توزع حواجز التفتيش التي أثبتت فشلها ومدى هشاشتها ويفترض أن تعلن الأجهزة الأمنية المعنية عن مسؤوليتها في الخرق الذي حدث إذ أصبح مؤكدا أن السيارة سبقة وعمم الجيش رقم لوحتها ولونها قبل 12 يوم من التفجير في برقية عسكرية وفي حين لا يوجد أي دليل يؤكد أن السيارة تم تفقيقها في عرسال كما يتردد أكدت مصادر رسمية للسفير أن راء ألف وهو لبناني هو الشخص الأخير الذي اشترى سيارة الشيروكي التي انفجرت في حارة حريك باع السيارة إلى أشخاص من المعارضة السورية عبر وسيط من عائلة راء لبناني مقابل مبلغ 2900 دولار ننتقل إلى النهار وفي النهار عن الحكومة كتبت سابينة عويس تقول أن النهار علمت أن اتصالات جرت بين جملاط وبرري من أجل البحث في صيغة توفقية حول الحكومة وقد أفد بري الوزير علي حسن خليل للقاء جملاط بعد عودته من تركيا أعقب ذلك لقاء لجملاط مع سلام أحيط بالسرية رئيس المجلس تقول سابينة عويس مقتنع بأن الحكومة التوافقية تسهل علينا عبور الاستحقاق الرئاسي وأن الخطر الأكبر الذي يتهدى الدبنان يكمن في تطيير الاستحقاق الرئاسي من هنا حرصه على العمل من أجل إنضاج طبخة حكومية توافقية تسهل إجراء الانتخابات الرئاسية ولا تعطلها رافضا الكشف عن مضمون الأفكار والاقتراحات التي سيعرضها مفده مع جملاط مكتفيا بالقول إنه سيظل يستولد مبادرات حتى الوصول إلى تفاهم ألا يزال على اعتقاده بأن الحكومة ستولد بين سبعة وثمانة من الجاري يقول هذا ما كنا سمعناه كاشفا أن المواقف الأخيرة أبرزت أنه ثم تتريث لعله ينتج حل من دون أن يستبعد أن يكون 15 من الجاري موعد جديد لإعلان التشكيلة ننتقل إلى اللواء التي اخترناها وفي معلوماتها أكدت أوساط مقربة من بعد ذا لصحيفة اللواء أن الملف الحكومي لن يأخذ إجازة طويلة بل على العكس هناك جهد منصب على تحريكه على قاعدة أن تأليف حكومة في الوقت الراهن أفضل من عدمه مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المشاورات من أجل التهفاهم على حكومة جامعة ومن جهة أخرى أعربت مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي عن عدم تفاؤلها بإمكانية الوصول إلى تفاهم حول هذه الحكومة الجامعة انطلاقا مما أعلنته قوى 14 أذار أمس موضحة أن لا أحد من رئيس الجمهورية مشات سليمان أو رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لديه النية بعزل الحزب أو أنه يملك القدرة على ذلك هذا وعلمت صحيفة اللواء أن التفاهمات التي جرت عبر لقاءة حزب الله مع وزراء ثماني أذار تقضي بعدم تسليم أي تويزارة لحكومة الأمر الواقع بصرف النظر عن تصرف أو موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه الوزير سمير مقبل أخيرا مخترناه من الجمهورية التي ذكرت أن المواطيات تشير إلى أن الهبة السعودية إلى الجيش اللبناني هي عنوان من عنوين تسوية آتية للأزمة اللبنانية خصوصا ولأزمات المنطقة عموما لأن تسليح الجيش اللبناني بموجب هذا المبلغ الضخم يفرض حمايته وتحصينه بوفاق سياسي داخلي يعزز دور المؤسسة العسكرية في حماية الأمن والاستقرار وقبل كل ذلك حماية الوفاق الوطني الآتي من رحم التسوية الآتية كذلك فأن الهبة السعودية وبغض النظر عن التشكيك البعض أو تخوفهم منها ليست معزولة عن التوافق الأمريكي الروسي على تسوية الأزمات الأقليمية ولا سيما منها الأزمة السورية وما تتركه من انعكاسات وتداعيات على دول الجوار السوري وفي مقدمها لبنان وأخيرا رأى المراقبون للجمهورية أن هذه الهبة السعودية تفرض وجود حكومة دستورية لقابولها وأن المعنيين يدركون هذا الأمر ولذلك فإن كثيرين يتوسمون من هذه الهبة أن تشكل في مكان ما حافزا للأفريقاء السياسيين للاتفاق على الحكومة الجديدة التي طال انتظارها هذا كان كرشي في جولتنا على الصحف عودلة كاترين